الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش يقرر زيارة إلى ليبيا للاجتماع بعدد من الفرقاء السياسيين قبيل الملتقى الوطني الجامع الذي ستحتضنه مدينة غدامس منتصف الشهر الجاري وذكرت وسائل إعلام ليبيا ودولية عن مسؤول ليبي كبير تأكيد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش إلى العاصمة الليبية طرابلس الخميس للقاء السراج قبل أن ينتقل للاجتماع مع حفتر في بنغازي بالشرق الليبي وهذا ما يشير وفق محللين إلى وجود رغبة دولية في رأب الصدع في الدولة المغاربية يأتي ذلك بينما اتفق أعضاء مجلس نواب في جلسة الثلاثاء على تشكيل لجنة لتمثيل المجلس في الملتقى الجامع حيث شدد رئيس المجلس عقيل صالح على أهمية تشكيل اللجنة تفاديا لما أسمعه مفاجأة المجلس ودعوته لحضور المؤتمر في وقت ضيق قائلا إن لمجلس النواب ثوابت محددة سيتمسك بها في الملتقى دون الكشف عن تلك الثوابت ولا عن طبيعتها وتستعد مدينة أغدامس الليبية لاستقبال الوفود المشاركة في الملتقى الوطني الجامع الذي أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عقاده منتصف إبريل الحالي لتحديد شكل المشهد السياسي المقبل من خلال تنظيم انتخابات عامة واستفتاء على دستور دائم ينهي المراحل الانتقالية وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن قلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية التي احتضنتها تونس تأكيده وجود مؤشرات قد تفضي إلى توصل أطراف النزاع في البلاد للمرة الأولى إلى حل الخلاف بشأن قيادة الجيش وتزامن التصريحات الأمين العام للأمم المتحدة مع أعلان اللجنة الرباعية بشأن ليبيا تبني توصيات الملتقى الوطني الجامعي في غدامس